بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى التي يشوف هذه الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدامه جدد والناس اللي تحقوا بهذه القناة إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وإنشيكم يا رب اليوم عندنا واحد الأصفاء رائعة إن شاء الله أقوى أقوى وصفاء بإذن الله الواحد القهار أقوى وصفاء لتخلصك من السحر القديم والمشروب والمتجدد إذن إن شاء الله بحول الله وقوته غادي إن شاء الله نحطوها السيغة الربانية على حسب الناس اللي عندهم مشاكل ديال السحر وكيفاش غادي نتخلص من السحر القديم اللي تكون آآ تكون قديم أو مدفون في مقابر أو مدفون آآ في مكان معين كيفاش أنني نبطلوه وفي مكانه وديما أنني آآ حاسة عندي وحد طاقة السحر أو طاقة دخلتني بالسحر عندي السحر وشكة بأنني عندي سحر آآ تنحس بمرض شديد في جسد ديالي تنحس تحاجة منجحات معايا تنحس براسي بأنني مرفوضة في الزواج تنحس براسي بأنني عندي مشاكل تنحلم بأنني تناكل في المنام هذاك السحر المأكل والمشروب والسحر يجدد نفسه آآ عن طريق الأكل الوقت لتتحسي براسك بأنك تتاكل في المنام ويجدد نفسه خدامه يجددون السحر بنفسهم تدور عليهم العام الوقت لتدار في السحر تجدوا الأسحار على حسب السنين اللي يعقدوا لك هذاك السحر أو حطوه في مكان معين أو الله أعلم مشي ضروري تخرجي السحر ولكن ضروري أنك تبطلي السحر باش أنك تخلصي من المتاعب دي السحر أول حاجة الناس اللي باغين يتخلصوا من السحر بسرعة صورة البقرة كل يوم على الأقل إلاجاتك صعيبة تقسمها على الصلوات تقسمها على الصلوات إذن إلا قسمتها على الصلوات ما تجيكش صعيبة ولكن هي القراءة ديالها إما تتقريها من مور العصر ولا من مور المغرب ولا من مور العشاء إذن تتجيك صعيبة تيجيك توابن تيجيك عياء تتجيك طويلة تتجيك تتجيك صعيبة ولكن مع استمرار استمرارية في القراءة تتخلصي من المتاعب ديال العوارد اللي عندك في الجسد إذن صورة البقرة سبحان الله تقدريت قرائها في ساعة تقدريت قرائها في قل الإنسان اللي تتمسن في القراءة غالي تجيه شوية صعيبة ولكن خاص يحاول في علاج إلا ما قدرتوش على صورة البقرة إلا ما قدرتوش على صورة البقرة صورة النور صورة يوسف صورة الصافات هذو ثلاث صور يطردون العوارد ولكن صورة البقرة نقرأها ولو نقرأ جزء منها ونعود نقرأ جزء منها ونعود حتى أكملها هذه نصيحة مني صورة البقرة سبحان الله تبطل السحر ولكن تقرأها مدة ربعين يوم مرة واحدة في اليوم أو كل ثلاثة أيام نقرأها إذا جتني صعبة نقرأها في كل ثلاثة أيام الوقت اللي نقرأها 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 نقرأ واحد قنينة الماء ونقرأ نفت فيها باش نشرب هذك الماء إذا اليوم الصغار اللي غدي نعطيكم هي هي رائعة وأكثر من رائعة هتحاولوا تديرها واليقين هو القرآن الكريم اليقين دير الوصفة هي القرآن الكريم أما الوصفة تتبقى غير سبب من الأسباب الله هو المستعان لأننا بغينا نكون نتخلصوا من الشركيات ونتخلصوا بزرح الحويج إحنا سنحط وصفات ربانية تتكون الوصفة إلا سبب ولكن اليقين التام هو القرآن الكريم أول حاجة أول حاجة أول حاجة غدي نحصل على حب برشاد والملح وصفة خيطة جدا تقدري تأخذ الملح من بيتكم وتأخذ درهم دي الحب برشاد غدي نستعملها مدة أسبوع القراءة تي سهلة ولكن تبطلين القديم والجديد إذن الناس اللي بغي نجلوا هاد الوصفة الكتمان إلا درسا نكتم منبقاش نبوح بأسراري الكتمان يسهل عليك المأمورية تلعوارد مسيع قزوكش إذن غدي ناخد هاد ناخد الملح وغدي ناخد حب برشاد غدي كل ليلة غدي ناخد واحد منديل ورقي بحلكة كل ليلة غدي ناخد منديل ورقي على أساس أنني غدي نقرع ليه وغدي ندير تحت الرأس لي أول حاجة غدي ناخد شوية حب برشاد وشوية الملح حلكة اللي غدي نبخر بهم في هادك اليوم غدي نبيته تحت الرأس ديلي والغد اللي غدي نتبخر به إذن أشغل نقرأ عليه هنقرأ عليه هذه الآية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطور إذن نقرأ 11 مرة غدي نقرأ 11 مرة غدي نضيف قراء أخرى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق 11 مرة وغدي نقرأ مرة وحدة آية من سورة البقرة الآية ميوجوج واتبعوا بعد ما نقول أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية إذن واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان هي تبطل القديم الجديد إلا كان سحر التفريق سحر النفور سحر أي سحر بخصوصا السحر تفريق إن شاء الله بحول الله وقواتي سنأخذ هذا بعد ما قرأت عليهم سنجمع حب رشاد والملح ونجمعهم ونحطهم تحت الرأس ديالي تحت الرأس ديالي المهم سنتبخر بهم إما مع الصبح سيباتوا ليلة كاملة تحت الرأس ديالك والصباح ربح إما مع الفجر وإما مع الصبح وإما مع الدهر وإما مع العصر تقدري تبخري به حتى المغرب ماشي مشكيل حب رشاد تبخري به في أي وقت ولكن تحليه من هاد هاد البابي من هاد البابي اللي درناه به وتبخري به إن شاء الله بحول الله وقوته غيرت تبخري بالملح وهذا الدلي في مقلات وتخلي هاد حب رشاة ترتق والسحر تتفرق وانتي تتقرأي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة تقرأيها بالعدد اللي بغيت أو تقرأي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منطورة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق إذن تقرأيها ولو مرة واحدة أو جوج أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة المهم تقرأيها بغيت تضيفي في وقت في وقت التبخير تقرأي الآية من صورة البقرة مرة واحدة إذن تنتمنى لكم إن شاء الله تديروها على نية ترد العوارد السحر أي سحر غادي وليكون ما أكون مشروع يتحيد على طريق البخار تلبس عبايا ونخلي هذك البخار يطلع معايا حتى الجسد ديالي كامل إذن أي سحر غادي تبطل بإذن الله بحول الله وقوة إذن غادي إن شاء الله بحول الله تاخد هذه كل ليلة كل ليلة غادي إن شاء الله وتحطها تحت الرأس ديالك كل ليلة تحط هذه المكونات تقري عليهم وتحطهم تحت الرأس ديالك والصباح إما التبخر مع الظهر وإما مع العصر وإما مع أي وقت ولكن مدة أسبوع مدة أسبوع الليلة تقري عليها وتحطها تحت الرأس ديالك والصباح إما مع الصبح واما مع الدهر واما مع العصر واما مع المغرب. نتيب الاختيار. عندك هاد الاوقات تبخريك كما بغيتي ولكن كل ليلة نقرأ. كل ليلة نقرأ. كل ليلة نقرأ بالعدد اللي اعطيتكم. اه وغادي ان شاء الله ناخد مناديل وحلاده ونوضعهم باش نه باش انني نعرف اشنا سندير نحط هاد المكوين ونحط الملحة ونحاول انني نحيد نطرد علي العواد مدة اسبوع كل اه كل يوم نقرأ عليها والصباح نتبخر. اذا هاد الوصفارة رائعة واكتر من رائعة حاولوا نديرها بيقين والكتمان ونحاول انني ندير الوصفات اللي غادي اه ترد لي السحر. السحر تردو ليا نعاون راسي بالسبخير او نحاول انني ديما ناخد اوراق الصدر والماء آآ الماء البحر او الماء ندير فيه آآ الملحة والخل وننوصل ديما الجسد ديالي باش نطرد العوارد. الماء يكون ما بين آآ بارد ودافي شوية ديما الماء يكون غادي البرودة. اذا نحاول انني نطرد العوارد باذن الله بطريقة ربانية ونحاول نقرأ القرآن ونسبح وندكر له غادي تستعنوا بالله سبحانه وتعالى والله المستعان على كل الامور. اذا احبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية تنتمنى انكم ديروا هذه الصغيرة ربانية بنية طرد السحر المقابر او السحر المشموم او السحر تجديد او السحر التحقير. اي حاجة ان شاء الله ديروها وربنا غادي يستجب بحول الله وقوته. اذا هذه الوصفة خاصكم ديروها كل يوم. اذا احبابي وقالي ما نقول لكم. الا الله عنكم. نحاول انكم ديروها بيقين والله المستعان. الى وصفة اخرى. ما تنسوش خليوا لي لايك. ادعموا القناة. تفعلوا الجرس. تابونوا بحول الله وقوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.